اهلا وسهلا بكم في الدروس السابقة كملنا البوست ديتيلز بيج في هذا الدرس والدرس القادم نريد نكمل البروفايل افتح البروفايل بيج بعض الاشياء كملناها في البروفايل بيج مثل upload photo و update profile و get profile بغض بعض الشغلات للبروفايل بيج راح نكملها في هذا الدرس والدرس القادم اول شي عندنا هنا البوست يعني هنا لازم اشوف كل البوست اللي ينتمي الى هذا اليوزر حاليا اخذ البوست من الدامي داتا و مثل ما تعرفون البروفايل اللي ناخذها من السيرفر بيها post array فنجي و نكمل البوست ctrl p افتح البروفايل بيج هنا اذا تلاحظ ناخذ البوست من الدامي داتا راح امسحها بعد ما اريده وايضا عندي البروفايل مال اليوزر كل البوست مال هذا اليوزر موجود في هذا البروفايل فننزل هنا عندنا البوست list نعطي البوست وهو شي سوي يعمل ماب على البوست ايتم وبعديا نقدر نشوف البوست مال هذا اليوزر في المتصفح ولكن انا اريد اخلي البوست ايتم هنا يعني اريد اعمل ماب على البوست ايتم هنا يعني ما اريد البوست list ctrl p افتح البوست list شوف في بوست list ناخذ البوست من البروب ونعمل ماب عليها ولكل بوست نخلي بوست ايتم انا اريد اعمل هذا في بروفايل كمبوننت يعني ما اريد البوست list ولكن اريد البوست ايتم لان البوست اللي ناخذها من البروفايل شوية تختلف لان هذا البوست بيها يوزر وكل يوزر بيها يوزر ايدي ولكن البوست اللي في بروفايل ما بيها يوزر نجي الى المتصفح عدنا error هنا خلي ارجع هنا اسوي comment لهذا نرجع ونشوف هنا افتح ال redox toolkit يعني افتح ال redox dev tool شوف هنا بروفايل كل بروفايل بي بوست اري وكل بوست بيها ايدي واليوزر وباقي البروبرتيز في بوست ايتم خلي ارجع كنترول بي post item هنا في هذا اللينك يتوقع مني post.user.id ايضا post.user.username اذا اجي هنا في بروفايل هذا شي ما عندي هنا يعني في بوست عندي اليوزر ما عندي user.user.username اذا اجي اذا اجي الى home page اصد هذا افتح ال post هذا شوف ولكن هذا هذا البوست شوف البوست اللي في home page او في post page عند يوزر شوف واليوزر وكل يوزر عنده يوزر ويوزر ايدي ليش تختلف هذا البوست يعني من ناحية اليوزر عن البوست اللي في بروفايل لان هذا البوست ناخذها مستقيما من البوست اند بوينت ويعطينا اليوزر ولكن بوست اللي في بروفايل افتح بروفايل يجيبها مع البروفايل من ناحية اليوزر رح تختلف لهذا السبب لازم شوية نكتب الكود مختلفة نرجع البوست ايتيم اخليها مفتوحة البوست لست اصدها اجي في بروفايل هنا امسح هذا البوست لست ماردها افتح ابجيكت اكتب بروفايل وفي بروفايل عندي البوست dot map واكتب بوست goes to لكل بوست اريد اخلي بوست ايتم اكتب بوست ايتم هذا سوالي اوتو امبورت ولازم اعطي الكي طبعا post dot ايدي وايضا لازم اعطي البوست بوست يساوي بوست اذا اجي في بوست ايتم شوف في البروب مالتا يتوقع مني بوست شوي انزلها لان بعد اريد اعطي بروب وايضا راح اعطي اليوزر نيم اكتب يوزر نيم يساوي بروفايل dot يوزر نيم لاحظ اخذ اليوزر نيم من البروفايل وليس من البوست لان هذا البوست ما بي يوزر نيم واليوزر ايدي من البروفايل dot underline ايدي اذا افتح المتصفح اعمل ريلود عندي بوست ما الحسن لاحظ جميل اضغط على read more يجيب لي البوست ولكن اذا تلاحظ هنا اسم الاثر ما عندي هنا لازم يكون عندي اثر حسن علي ويكون link هذا ما عندي هنا لهذا السبب اعطيت هنا اليوزر ايدي واليوزر نيم لان اليوزر نيم اللي في post item هنا هذا link ياخذها من post dot user dot username ومثل ما قلت لكم البوست مالتنا ما بهذا الشي لان ناخذها من البروفايل يعني كل هذا انا عملتها البوست item على مود هذا link فقط جميل نيجي الى البوست item لازم اخذ ال username وال user id هنا في post item اخذ ال user name والuser id من البراب وهنا اكتب variable canast profile link يساوي اقول اذا كان عندي user id يعني اذا كان عندي user id يعني البوست item في profile page اخذ 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 profile user id else else يعني ال post item في page غير ال profile مثل home page او post page فاعط اعطي شنو هذا نفس المسار السابق اللي كاتبنا هنا control x اخلي هنا واعطي ال profile link لمن لل two attribute من link profile link يعني سويتها dynamic يعني ال post item component في profile page رح ياخذ هذا ال link ولكن في post page او home page ياخذ هذا ال link يعرف ها من user id اذا كان user id truth يعني value فهذا يعني احنا في profile page ويعطي هذا المسار نفس هذا نجي نكتب ها هنا لل user name هنا اكتب شرط اذا كان عندي user name من prop فخلي user name else خلي post user username جميل نرجع لل browser شوف عدنا اسم author حسن علي اضغط عليها يفتح لي صفحة البروفيل وطبعا احنا في profile page هذا اللي ردنا افتح ال post page انزل افتح profile ماليوسف انا حسن رح افتح profile ماليوسف هذا profile ماليوسف هنا اكو مشكلة انا حسن لازم ما اشوف ال upload form هنا يعني upload photo وايضا update profile لازم ما اشوف لان هذا البروفيل مالتي وايضا لازم ما اشوف delete your account لازم نعمل ها protected protected نرجع لل visual studio code ال post item اصيدها اجي الى profile لازم اعمل import لل user من auth state اعمل copy من هذا واكتب هنا user اخذها من state auth وانزل اول شي عندي هذا الفورم شوف هذا الفورم لازم اخلي هذا الفورم في شرط اعمل cut لهذا الفورم هذا الفورم اللي user يعمل upload لل profile فوتو مالتي control x اهنا افتح object واكتب بها شرط اذا user يعني logged in user dot id كان يساوي profile dot id يعني شنو هذا يعني اذا logged in user id مالتي يساوي profile dot id يعني هذا user profile مالتي فيقدر يشوف update profile photo form افتح قوسين control v اعمل paste لل form بهذا الشكل يعني خليتها في شرط جميل لازم نعملها لل update btn و delete btn انزل هنا عندي update profile اكتب الشرط نفس الحالة اقدر اعمل copy خلي اصعد هذا اعمل copy وانزل وين هنا واخلي update profile btn control x في هذا الشرط جميل نفس الحالة نكتب ها لمن لل delete btn هذا ايضا اعمل copy من هذا وانزل واخلي هنا اعمل cut هذا واخلي هنا جميل شوية رتب الcomponent multi كل شي okey الpost list امسحها هنا ما احتاجها بعد وهنا عندي الuse effect والuse state اخلي الuse effect هنا بصف الuse state وامسح هذا بعد ما عدنا شي هنا نرجع للبراوزر ونشوف شوف ما اشوف بعد الupdate وال upload profile photo btn لان هذا ال profile ما اليوسف واني حسن انزل وايضا ما اشوف delete btn اذا افتح ال profile multi اقدر اشوف ال upload btn وال update profile وايضا delete your account جميل جدا في الدرس القادم رح نشتغل على delete your account شكرا جزيلا لكم واراكم في الدرس القادم اشتغل